رأيك إيه في مرحلة رحيل كالوس كيروش عن منتخب مصر قرار رحيله عن منتخب مصر وإعادة المفاوضات معه مرة أخرى قبل ما يحصل خلاف الأمور الملاية بينه وبين اتحاد الكرة هل كنت تؤيد عودة كالوس كيروش مرة أخرى لمنتخب مصر؟ طبعاً زي ما نتعرفين أن أول مرة في سبتمبر في آخر سبتمبر السنة اللي فاتت لما قرار رحيل كالوس كيروش وصل لمصر علشان يبدأ شغله كان فيه ماتش ضد ليبيا وكان فيه ماتش مهم جداً ضد ليبيا في هذا الوقت ليبيا كانت قوية جداً وكان المنتخب كسب ماتشين وطبعاً صدقتي مع كوتش كارلوس كانت حاجة مهمة جداً أنه كان فيه علاقة قوية جداً وكنا دايماً بنتكلم مع الاتحاد المصري فما كانش يقدر أي حد يقدر يتدخل لا أحد كان يتدخل مع العلاقة ما بين كابتن كارلوس كيروش والاتحاد المصري كان الاتصال كان دايماً مع كابتن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق وطبعاً كنا بنتكلم إزاي أنه نقدر نشجع العيبة أو نقدر نشجع الكوتش وطبعاً احنا كنا بنشجع الكوتش علشان يقبل أنه يرجع تاني من المدربين وطبعاً احنا شجعنا المدرب بكوتش كارلوس كيروش علشان يرجع ويدرب المنتخب المصري وطبعاً بعد بطولة أفريقيا 2021 وبعدين 2022 الوضع التغير هين زي ما أنتم متذكرين إن بعد أول ماتش قدام نيجيريا لما خسرنا واحد سفر الكثير من التعليقات الزهرت على السوشيال ميديا على المنصات وعلى التلفزيون في الكثير من التعليقات السلبية التي ظهرت فطبعاً احنا عدينا التعليقات وعدينا المرحلة ديات والحمد لله عمل إنجازات كويسة جداً لحد الفاينال طبعاً كل الناس كانوا مؤمنين إزاي الإرادة بتاع كوتش كارلوس كيروش كانت هي الدافع علشان نوصل إلى المنتخب المصري بالشغل الكويس جداً اللي كنا بنعمله في بطولة أفريقيا وطبعاً بشغل الكويس جداً اللعيبة لأن كوتش كارلوس كان بيشجع اللعيبة جداً علشان يحطوهم على الملعب ويخليهم يلعبوا بطريقة كويسة جداً لذي الفترة كنا بنتكلم إن كوتش كارلوس كيروش ممكن يرجع تاني لتدريب المنتخب وفي الوقت دوات أنا كنت بتكلم مع كوتش كارلوس وكنت بتكلم مع الاتحاد المصري علشان أشجع الاتحاد المصري علشان رجع تاني كوتش كارلوس وطبعاً علشان يشجع ويحاول يدرب من جديد لألفين تلاتة وعشرين المحادثات دلوقتي ما كانتش إيجابية ما بين الجهدين فطبعاً في أول مرة لما الكوتش كارلوس كيرويش لما قدمت كابتن كارلوس كيرويش لكابتن أحمد ميجاهد كان في التقبل كويس جداً من كابتن أحمد وبعد كده بعدما كابتن كارلوس كيرويش مشي بعض الخسارة من السنغال ورجع تاني للبرتغال ما كانش فيه محادثات إيجابية مع كابتن كارلوس كيرويش وبعد كده الاتحاد المصري قرر ان هو يتعاقد مع كابتن إيهاب جلال وبعد كده طبعاً كابتن كارلوس ما بقاش بيفكر في الموضوع خلو بس ده ما كانش شيء طبيعي وما كانش شيء متعرف عليه دايماً حتى بعد الفترة ديت كان فيه موتشات أثيوبيا وكانت موتشات أثيوبيا دي كانت أول مرة المنتخب المصري يلعب قدام أثيوبيا ويخسر بس طبعاً في خلال أربع ماتشات المنتخب المصري يخسر فده كان شيء صعب على المنتخب المصري فطبعاً ده أظهر إن البلد أو الاتحاد ما كانش مع الكوتش نفسه وما كانش مع قراراته وطبعاً ده كان فيه كلام إن كابتن كارلوس كيرويش يرجع للتدريب بس طبعاً أنت تعرف إن كابتن كارلوس كيرويش تتكلم وقال إن الحالة مش إيجابية تماماً وطبعاً هو خسارة كبيرة للكورة المصرية وطبعاً لكابتن كارلوس كيرويش بس كابتن كارلوس كيرويش ظهر أربع مرات في الكاس العالمي وطبعاً هو كان ظاهر جداً في بعض المنتخبات وطبعاً في منشستر فأنا أصدق إن هو هيكمل شغله فطبعاً كل الأحوال أنا ما كنتش في الاتحاد وأنا سبت القاهرة في شهر 5 بعد ما عدي انتهى وطبعاً أنا اتكلمت مع كوتش كارلوس واتكلمت مع أكتر من شخص الناس مهمة جداً في الصحافة وناس مهمة جداً في السين الخراوي في مصر فطبعاً هو هياخد خطوة جديدة وطبعاً المنتخب المصري لازم ياخد خطوات تانية علشان يتأهل البطولات في 2013 كارلوس كيرويش تحدث عن اتحاد المصري وأنه ما تعملش معاه باحترافية ما تعملش معاه بشكل فيه احترافية كبيرة هل وجدت هذه الأمور مع اتحاد الكرة وقت ما كنت متواجد في الاتحاد هل وجدت ان اتحاد الكرة لا يتعامل باحترافية هل كان عندك أي مشاكل مالية مثلما تحدث كارلوس كيرويش أيضاً؟ طبعاً أكيد هيبقى فيه أكثر من طريقة أو أكثر من حالة ما بين الكنتريكت أو العقد والاتحاد والأهم نقطة كانت البانالتي أو الشرط الجزائي اللي كان محطوط إن كان مش الشرط الجزائي البانالتي اللي كانت محطوطة الغرامة اللي تحطت على كوتش كارلوس علشان ما حضرش واحد من المؤتمرات الصحفية وطبعاً اتكلمنا وحاولنا نخلي العلاقة إيجابية بس طبعاً كانت حاجة أعلنت على الملأ فالاتحاد المصري عم حط عليه غرامة 25 ألف دولار فطبعاً الطريقة اللي كلموا بيها أو الطريقة اللي قالوا لكوتش كارلوس كيرويش بيها على الغرامة كانت مش طريقة ما كانتش طريقة مهنية وطبعاً كوتش كارلوس دايق جداً من الطريقة وهو لم يقبل الطريقة وطبعاً أنا كنت في صفه ساعتها لأن في الوقت دوت لأكتر من شخص كان المؤتمر الصحفي ما كانش شيء إن هو يمس أو إن هو ما يروحش المؤتمر الصحفي ما كانش حاجة هو اللي عملها بنفسه كانت غلطة معينة من أشخاص معينة وطبعاً ما كانش ينفع ما كانش ينفع أنهما يحط عليه أي غرامة ولا حتى دولار واحد وده كان شيء غير مرغوفي أو شيء ما كناش نقدر نقبله موسيقى موسيقى موسيقى